هذه البوابة يستطيعون أن ينزل كل الأشياء الموجودة عنده من دورات فترة استعداد وتهيئة لعودة التعليم ولكن عن بعد تحت عنوان مدرستي في بيتي ومن خلال منصة مدرستي والقنوات المرئية وتوفير كافة الإمكانيات لإيصال العملية التعليمية في كل الجوانب والعمل على إيصال الفاقد التعليمي بشكل مناسب الحقيقة انطلق العام الدراسي اليوم انطلق وملاحظت من خلال المتابعة يعني الأمور بفضل الله عز وجل جاهزة سواء من ناحية المعلمين سواء من ناحية أيضا الربط مع الأسر لأن الأسر الحقيقة في هذه العملية وفي هذا العام الاستثنائي هم ركن أساسي في نجاح العملية التعليمية إدارة التعليم بجدة عملت منذ الساعات الأولى على توفير الدعم الفني للمعلمين والطلاب وتهيئة كافة المرافق لاستقبال أولياء الأمور والطلاب والعمل على توفير الوسائل التقنية والكتب الدراسية ولكن بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية كاتب التعليم هي جهة تنفذ ما يصل إليها من سياسات الوزارة أو زارة التعليم العمل بدأ من تقريبا من أكثر من ثلاثة أسابيع وأكثر في التجهيز لمنصة مدرستي من خلال تجهيز كافة البيانات بيانات الطلاب والمعلمين والجداو المدرسية وإسنادها في نظام نور ومن ثم استيراد هذه البيانات إلى منصة مدرستي تم في كل مكتب تعليم تشكيل فريق للدعم الفني مسؤولية هذا الفريق هو تقديم الدعم للمدارس التابعة للمكتب فيما يخص منظومة العمل عن بعد سواء كان في نظام نور أو في منصة مدرستي كان دور المدارس فعال في تجهيز المنصة إسناد الطلاب في الفصول توزيع الجداول إسناد بيانات المعلمين ولله الحمد المنصة جاهزة للانطلاق كما شاهدتم هذا اليوم ولله الحمد بدأ الزملاء المعلمين من داخل القاعات بالتواصل مع ابنان الطلاب بداية جادة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام حافل بالجد والاجتهاد عملت معظم مدارس مدينة جدة على توفير القاعات الدراسية وأيضا بروتوكولات احترازية من توفير غرف عزل وعيادات لتكون كل المرافق مجهزة لتقديم كافة الفرص للمعلمين والطلاب للإخبارية عبدالله الخرجي جدة